تعال أضرب لك مثال حلوة أوي للانتخاب الطبيعي هنعمل تجربة بسيطة جداً وهنشوفها دلوقتي يا أحبائي على الشاشة هنجيب كلب وكلبة ونزوجهم ونشوف الناس اللي بتاعهم هيكون شكله إيه في حاجتين لازم نفهمهم المورفولوجي اللي هو الشكل الخارجي والجينيتك ميكاب اللي هو التركيبة الجينية اللي بتطلع الصفات دي تطلع في الخارج فهندرس حاجة واحدة وهي طول شعر الفراء بس هندرس بقية المكونات بتاعت الكلب الفروة أزلك الفروة اللي على الكلب ففيه فروة طويلة وفيه فروة قصيرة وفيه فروة متوسطة تمام احنا ده دي قوانين اسمها قوانين مندل وطبعا الوراثة أكثر تعقيداً من اللي احنا هنقوله بس احنا بنقول الأساسيات والأساسيات سليمة والكل متفق عليها اللي عايز تفصيلات أكتر يعني ابعت لنا وإحنا نتكلم عن الجينيتكس والأبي جينيتكس وأي حاجة انت عايزها في الجينات بس أنا هستخدم بس قانون مندل اللي بيوضح الوراثة بناخد نص الصفات الوراثية من الأب ونص الصفات الوراثية من الأم فزي ما احنا شايفين على الشاشة قدامنا في كلبين الكلبين دولة شعرهم متوسط الفراء بتاعهم متوسط فده الشكل الخارجي التركيبة الجينية عبارة عن ايه؟ شورت ولونج وشورت ولونج فمجموعهم متوسط تمام فالأب والأم عبارة عن شعر متوسط والتركيبة الجينية بتاعهم هنسميه اس لشورت وللونج تمام بناخد نص الصفات الوراثية من الأب ونص الصفات الوراثية من الأم فنشوف اللي يحصل ممكن الكلب اللي هيتولد يبقى اس اس يبقى شعره قصير ممكن ياخد اس من الأم ول من الأب يبقى شعره متوسط يبقى اس ال ممكن ياخد ل من الأم ول من الأب يبقى قل قل ويبقى شعره طويل فاحنا عندنا الأب والأم بتوع الكلاب تمام شعرهم متوسط لكن الخلفة بتاعتهم قصير ومتوسط وطويل اوكي عايز الفكرة دي تبقى ثابتة قوي في ذهننا ده تبسيط كبير قوي لقانون مندل بتاع الوراثة بناخد النص من الأب والنص من الأم وبتتوزع بهذا الشكل تمام تعالى نهجر العيلة دي اللي مكونة من شعر قصير وشعر متوسط وشعر طويل إلى مكان شديد البرودة ونشوف إيه لها يحصل مكان اللي شديد البرودة ده اللي شعره قصير مش هيقدر يتحمل البرد اللي شعره متوسط مش هيقدر يتحمل البرد مين اللي يقدر يعيش؟ اللي شعره طويل يبقى الطبيعة انتخبت اللي شعره طويل فاللي شعره قصير واللي شعره متوسط هيموتوا نعمل لهم الجنازة بتاعتهم فاللي فقدناه فقدنا الاس اس اللي هو شورت شورت والاس ال اللي هو شورت ولونج واللي تبقى الل اللي هو لونج لونج ده اللي عطاني الشعر الطويل عشان كده في الأماكن البرد قوي تلاقي الحيوانات الفروة بتاعتها طويلة في الأماكن الحارة تلاقي الفروة قصيرة ده الانتخاب الطبيعي تأقلم على البيئة اللي موجودة هو ما خلاقش حاجة جديدة هو عمل دي سيلكشن زي ما بنقول يعني الحاجات اللي مش مناسبة ماتت ما خلاقش وما غيرش يعني نفس الكلب ولكن ممكن تشعره أطول تشعره أصول بالضبط وده نتيجة أني ربنا حط الشفارات الوراثية في الأب والأم وتوزعت بهذا الشكل ولما توزعت بهذا الشكل الكلاب الجديدة دي توزعت في العالم بشكل جديد ده الانتخاب الطبيعي فنحن نؤمن بالانتخاب الطبيعي لأنه يتماشى مع الخلق الكتابي بالكامل لكنه ما خلاقش حاجة جديدة خالص تفضل يعني لا كنت عاوز أسأل طب هو يعني ده اللي اللي تحط واللي لازم ندرسه ولكن أنا بتكلم حتى من العالم هل فيه اعتراضات على الموضوع ده؟ لا لا قانون مندل ده كل موافق عليه المرحدين والمؤمنين وكله ده مسبوط ده قانون مندل بس زيان بقول الوراثة طبعا أكثر تعقيدا لأنه فيه حاجات كتيرة احنا درسنا ظاهرة واحدة وهي طول شعر الكلاب لكن فيه أضايا كتيرة قوي قوي وفيه حاجة اسمها الإبيجينيتكس تتأثر بالبيئة يعني لو فيه مثلا مجاعة تلاقي الأطفال يتولدوا صغيرين بس دي حاجة اسمها إبيجينيتكس يعني موضوع جميل وطويل ومستعدين نتكلم فيه بالتفصيل بس أنا عشان نبقى مركزين في مفهوم الانتخاب الطبيعي استخدمنا بس طول فراء الشعر وده نتيجة أنه ربنا حط الصفات الوراثية في الأب والأم وبعدين توزعت ولما طلع الجيل الجديد من الكلاب بشعر قصير وشعر متوسط وشعر طويل لما راحوا حتة بردة جدا الشعر القصير ما قدرش يعيش الشعر المتوسط ما قدرش يعيش الشعر الطويل قدر يعيش عشان كده تلاقي في الأماكن البردة جدا شعر الحيوانات طويل ده انتخاب طبيعي فالانتخاب الطبيعي يتماشى جدا مع الفكر الكتابي اللي بيحصل سوري اتكلمت كمان عن الطفرات هنتكلم عنها بالتفصيل احنا لسه عشان بس فإيه اللي حصل بقى في المناطق البردة جدا زي ما احنا شايفين على الصورة كل اللي تبقى لنا الل 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 اللي هو long long اللي هو الشعر الطويل شعر طويل تمام فاحنا فقدنا بالانتخاب الطبيعي اللي هو الاس اللي هي الشورت فالانتخاب الطبيعي بيسموه دي سيلكت يعني ما نقدر بيقلل تمام فتكون النتيجة أن كل اللي موجود في المنطقة دي لازم يكون شعره طويل ده الانتخاب الطبيعي والانتخاب الطبيعي يتماشى تماما مع الكتاب المقدس اشتركوا في القناة